السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من السماء ودرسة الراضيات في مدرسة عنيزة الأهلية المصاري المصري بنات درسنا النهاردة ان شاء الله بنعمل فيه مراجعة على بعض الدروس المهمة اللي احنا خدناها طول الترم بس لازم نتدرب عليها أكتر ونتذكرها مع بعضنا تعالوا نشوفوا زي ايه زي لما يجيب لي مثلا عملية جمع ما بين رقمين ورقم اه سهلة جدا يا مس بس استنوا بس تعالوا قبل ما نحل نفتكر ان الأعداد سكن في بيوت وان العدد الأولاني ساكن في بيت البيت الأولاني بسميه بيت الأحد إنما العدد التاني ساكن في بيت تاني بسمي البيت بتاع الرقم التاني بيت العشرات فالأعداد سكن في بيت الأحد وبيت العشرات طب لما اجي اجمع لازم شارط عندي اجمع احد مع احد وعشرات مع عشرات فانا هيجي هنا السبعة سكنة في الاحاد والاتنين كمان فهقول سبعة زائد اتنين فهم ما بتسعى احد مع احد طب والواحد يا مص ينزل زي ما هو طيب اللي بعديها خمسة زائد تلاتة بتسوي كام بتسوي تمانية يا مص برافو والاتنين بتنزل زي ما هي فالنتج عندي هنا تمانية وعشرين لما يجي يقولي سبعة زائد واحد فهي تمانية والاربعة هتنزل برضو زي ما هي فالنتج هنا عندي تمانية واربعين لما يقولي الخمسة زائد اربعة فهي تسعة والتمانية هتنزل زي ما هي فالنتج تسعة وتمانين انما لما يقولي سبعة حط عليها تنين تمانية تسعة فالنتج تسعة والخمسة هتنزل زي ما هي فالنتج عندي هنا تسعة وخمسين طب 6 زي 3 يمس بيسوي 9 واللي 4 هتنزل زي ما هي فالنتج هنا عندي 49 طب 18 زي 2 طب اعمل ايه احط 8 زي 2 ب10 لا اوعه 18 احطه في راسي واللي 2 احطه على ايدي بعد 18 19 20 فالنتج هنا عندي 20 طب 6 زي 3 بتسعة والواحد هينزل زي ما هو فهيبقى عندي النتج 19 طب 5 زي 1 فهي 6 والستة التانية هتنزل جنبيها زي ما هي فالنتج هنا عندي 66 تمام زي ما ندربنا دلوقتي على جمع رقمين زي رقم يلا بينا نشوف طرحة رقمين لما شل منهم رقم نفسها 1 نقص 1 و 10 نقص 10 انا ما عنديش هنا عشرات فأحد نقص 1 فهقول 5 نقص 2 فهي 3 يمس واللي 2 تنزل زي ما هي فالنتج عندي هنا 23 طب 7 لما شل منها 5 فالنتج عندي 2 واللي 4 هتنزل زي ما هي فالنتج 42 طب التسعة لما شل منها 3 اوه يمس يتبقى 6 برافو والواحد هينزل زي ما هو فالنتج عندي هنا 16 لكن السبعة لما شل منها 5 هيتبقى 2 والواحد هينزل زي ما هو فالنتج عندي هنا 12 طب 4 لو شلت منها 3 اوه هيتبقى 1 انما التلاتة هتنزل زي ما هي فالنتج هنا عندي 31 زي ما خدنا جمع رقم مع رقمين ناخد دلوقتي رقمين مع رقمين هنعمل ايه؟ احد زي احد سبعة زي اتنين بتسعة طب سبعة زي اتنين اللي جمبيها برضو بتسعة عشرات مع عشرات فالنتج عندي تسعة وتسعين طب 6 زي واحد بسبعة وتمانية زي واحد بتسعة بسبعة وتسعين انما خمسة زي تلاتة فهي تمانية وواحد زي واحد بتنين فالنتج عندي تمانية وعشرين اتنين زي واحد بيسوي تلاتة وسبعة زي اتنين تسعة فالنتج عندي تلاتة وتسعين ولكن اتنين زي ات سبعة جمس برضو بتسعة وواحد زي اتنين بتلاتة هنا تسعة وتلاتين احد زي احد عشرات زي عشرات احد نقص احد العشرات نقص العشرات لازم نفتكر بيوت الأعداد تعالوا نشوف حاجة كمان لازم كلنا نفتكر القيمة المكانية والقيمة الرقمية للعدد أول ما يقولي قيمة مكانية يعني إيه؟ آه العدد ساكن فين؟ بيته؟ مكانه؟ ساكن فين؟ العدد ما بيسكنش غير في مكانين يأحد يأشرات العدد لو جيه في الأول يبقى أكيد ساكن في الأحد ولو جيه في بعديها يبقى ساكن في العشرات طب تعالوا نشوف الستة دي يطر ساكن في مين؟ في العشرات طب لما يقولي قيمتها الرقمية يعني هي بتسوي كام؟ ستة ولا ستين؟ برافو عليكم ستين طب التلاتة يا مسدي أول عدد وأول عدد بيتكن دايما في الأحد برافو طب قيمتها تلاتة ولا تلاتين؟ تلاتة طب هنا الأربعة ايه ده الأربعة تانية عدد يبقى ساكن أكيد في بيتها العشرات؟ ممتاز يبقى قيمتها أربعة ولا أربعين؟ لأ ياميسها أربعين العشرات دايما جنبيها سفر فقامتها 40 طب التلاتة التلاتة برضو يا من سكن في العشرات لأنها الرقم التاني مصبوط قامتها كام؟ تلاتة ولا تلاتين يا بنات قامتها طبعا تلاتين لأن العشرات بحط جنبيها سفر طب هنا الواحد كمان سكن في العشرات وقمت واحد والعشر قمت عشر فنتعلمت دلوقتي القيمة المكانية والقيمة الرقمية أحد وعشرات تلاتة ولا تلاتين أحط الصفر ولا محطوش تعالوا نشوف كمان النمط إن أنا أكمل بنفس التسلسل النمط دا سهل جدا كل اللي علي إن أنا أعمله وأشوف الرقم العندي الأولاني بيزيده ولا بيقل ولو بيزيد بيزيد كام ولو بيقل بيقل كام أنا عندي هنا سبعة سبعتاشر هنا سبعة وعشرين يعني السبعة هنا في الأحد نفسها هي السبعة هنا في الأحد في الرقم الثاني يبقى أنا هنزل كل الأرقام اللي بعد كده كلها سبعة هتنزل سبعة 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 طب يعني ما تغيرتش؟ لا ما تغيرتش هارجع بص للعشرات يا طرق اللي حصل فيه بصيط على العشرات لقيت إن العشرات في السبعتاشر كانت واحد العشرات في السبع وعشرين هنا كانت اتنين يبقى أنا هزوضها كل مرة واحد فهكتب هنا تلاتة في اللي بعديها هكتب أربعة في اللي بعديها هكتب خمسة فأنا عندي التسلسل هيبقى سبعة وتلاتين سبعة واربعين سبعة وخمسين نشوف مثال اللي تحتيها هنا هبص الخنط الأحد الأحد عندي هنا كان تسعة وبعدين الأحد صغرت وبقت تمانية يبقى يمس الأحد اللي جاي هيصغر كمان واحد وهيبقى سبعة برافو وبعد كده يصغر كمان واحد ويبقى ستة وبعد كده يصغر كمان واحد ويبقى خمسة كتمنا الاحد اه يلا بينا نجري على عشرات ونشوف اللي حصل فيها العشرات هنا كانت اربعة الصغرة وبقت تلاتة فلازم هي كمان هتصغر صغرة كم صغرة واحد فهتصغر تبقى اتنين هتصغر تبقى واحد اه طب خمسة حط جنبها سفر لا ملوش لازمة ملوش قيمة علشان هو على الشمال حتى متحطوش يبقى ان الان التسلسل عندي تسعة واربعين تمانية وتلاتين سبعة وعشرين ستاشر خمسة تشوف اللي تحتيها نبص على خانة الاحات خمسة كبرة واحد بقت ستة يبقى اللي بعدها تكبر واحد تبقى كام سبعة يمس الاحاد اللي بعدها هيكبر واحد يبقى كام تمانية هيكبر واحد كمان يبقى كام يبقى تسعة طب هنا السبعة كانت اللي سكنة في العشر وقت تتغيرت لا يبقى نزلها سبتة في كله هنا سبعة هنا سبعة وهنا سبعة يبقى التسلسل عندي هنا سبعة وسبعين 78 79 نشوف اخر واحدة عندي 45 بقت 56 ما نتخضش احنا اتفقنا نبص على الاحاد ونشوف ايه اللي بيحصل فيه الاحاد عندي هنا كانت 5 وكبرت بقت 6 اه يا مستا كبرت 1 يبقى نمشي بالدور كل مرة يقابني الاحاد ازود فيه 1 فالاحادي هنا زادت 1 بقت 7 هزودها 1 تبقى 8 هزودها 1 تبقى 9 طب العشرات يا مست العشرات هناك 4 كبرت 1 بقت 5 يبقى تكبر 1 عندي هنا كمان تبقى 6 هيكبر العشرات اللي بعد كده يبقى 7 والعشرات اللي بعد كده يبقى 8 التسلسل عندي بقى 67 78 89 وأقدر أحله بكل سهولة أدور عندي العدد اللي في الاحاد كبر ولا صغر ولو كبر كبر كام ولو صغر صغر كام لو كبر خلاصا هكبره لو صغر أصغره وبعدين أجري على طول على العشرات وقول لها زي ما عملت في الاحاد أنا لازم أعمل فيكي لو كبرتي هكبرك ولو صغرتي لازم أصغرك بنفس القيمة اللي كل مرة بتكبر فيها وبكده يبقى أعملنا مراجعة على بعض الدروس المهمة جدا عندي في المنهج علشان لازم إن احنا نضرب عليها أكتر ونتذكرها دمتم بخير حبيباتي وفي صحة وعافية دائما يا رب العالمين كل عام وأنتم بخير سلام عليكم